السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا تجربة جميلة جدا حابين احنا نتكلم مع المؤسسين الدوحة اللي هو موقع معنا الاخ احمد من سوريا ومعنا المهندس محمود. ان شاء الله يكلمونا عن الفكرة البرمجة واهميتها واهميت ان احنا نبدأ فيها من سن صغير. فهنبدأ طبعا اخ احمد اريد حالك تعرفنا بنفسك. السلام عليكم ورح نطلعوا البركات يا اهلا وسهلا استاذنا عمر. الله يعطيك العافية. اه انا احمد المبيض مواليد مدينة حلب. مواليد 1977. حاليا موجودين بتركيا. الكل اللي بيعرف ظروفنا كسوريين يعني. اه بالنسبة للبرمجة يعني انا كان من زمان عندي موقع يعني بالالفين وثمينة الفين وتسعة كان عندي ويبسايد خاص. اه ويبسايد خاص. منتدى امال الشباب. استمرنا سنتين ثلاثة فهدس الامر في سوريا. فاضطرنا نترك الانترنت لفترة طويلة يعني. وحمد الله وقت استقرينا هون. حاولنا نسترجع. بس طبعا بالنسبة لعمري انا صعب ابلش. فما شاء الله الله يخلينا اولادنا. ومحمود بلس صلوطة اربعة سنين. مستمر انا معه. تمام. اه فكرة ان ان انت تخلي الابن حضرتك يهتم بفكرة البرمجة. بدل ما دع وقته في في العب ملاش لازمة وحاجات ديات. الموضوع ده ممكن يتمت زي? والله هو الامر يعني راح ازا كنت قلته سهل فهو موسهل. الامر يعني صعب بالزات في زمن متل ما شايفين يعني الجميع اني المشاتيتات كتير 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 يعني ما يمتل على زماننا. يعني الامر بسيط جدا. يمكن نمسك تليفون يتم مجغول فيه عشر ساعات ومدو ما يتبه. فالامر متل ما بقوله عم باعتمد معه كشعرة معاوية. يعني في حال اني ما عب حاول اضغط عليه كتير. وبالنفس الوقت وقت بشوفه اني في عنده استعداد فعب حاول اني يعني اساعده. طبعا بدي يكون من عنده في اقبال. ازا ما كان في عنده اقبال فصعب يعني استمر. بس اهم نقطة اهم نقطة اني ازا حابب انت تعلم ابنك الفرمجة فانت ما تعتمد على نصائحات وعلى اه تعليماتك له. لازم انت تعمل هو يقلدك. لازم تضل مستمر معه. يعني ما بتحسن مثلا تقول له ام صليه وانت ما عبت صليه. فبدك تكون ملتزم معه. يعني صدعا انا ما بارغ ازا قلت صليتات اربعة سنين يوميا انا الي ساعة ساعتين بركي معه. محمود اوسط اولادي. انا عندي خمس اولاد محمود الوسط في يون. ما شاء الله. ربنا باركي. يعني بدك تكون ملتزم. ايه ممكن بالايام تكون الفائدة كبيرة. بس الامر بده التزام. ما شاء الله تمام. طب سيدنا حالك نتكلم مع المهندس اه محمود. اه بشانس محمود عرفنا بحضرتك. مرحبا الجميع. انا محمود اه من مواليد خلب. عملي اربطاعش. وبلشت عالم البرمج من قبل اربع سنين. حاليا انا متور نيكس. وعبس راين بواقع. تمام. حضرك شغل بيه يعني ايه اللغة البرمجة اللي انت شغل بها دلوقتي? بس اه كجابسكريبت مكاتبة اتعمقت مكاتبة ودخلت ومرياكت تطورت. تمام ان شاء الله. طيب اه شار ما حضرك كده الشاشة بتاعت الموقع بتاعك. عضركبت تكلمنا عنه لأنه صراح حاجة غاملة جدا. سانية. دي المنصة هي اللي هي الكود لام. اه اللي انت سميته الاسم دوت وايه المميز في الموقع بتاعك? الموقع هو عبارة عن منصة عربية متكاملة اه للحابب يشارك اي بوس او يعني يعرف اخر اخبار البرمجة. بيمكانه يدخل على موقعنا ويشوف اخر الاخبار وبإمكانه اه حتى هو يصير من المشاركين وينشر اي بوس بده يا. اه هذا الموقع. فضل فضل. هذا الموقع مميزاته انه رح يريحه كتير من الموقع التاني اللي فيها اعلانات وما بتخليك تنشر اي بوس بدك يا واللي تعطيك فرضيات اول شي. اه هذا الموقع يعني. ما شاء الله هو عامل زي السوشال ميديا لكن هو صراحة موقع كويس نوع مركز على فكرة البرمجة والحلول والمشاكل ديت. اه والحمد الله في الناس كتيرة موجودة دلوقتي على الموقع. اه دي حاجة ممتازة جدا. طيب انت تنصح بيه الناس اللي هي يعني يبدأوا برمجة من امتى? هل لازم يكون عند عشرين سنة ولا ممكن يبدأوا صغير? البرمجة ما لا عمر محدد بيمكن الواحد يبدأ باي عمر بالضياء. بس اه الشيء الاحسن الشيء الاحسن شيء انك تبلش من وقت مبكر. لان لو تبلش وقت مبكر بقى رح يكون عندك اجتزامات كتيرة مثل بالعمر كبير. لكن رح يكون عقلك اه اكتر فاضي ورح تحسن تركز اكتر على البرمجة. ما شاء الله. انا حتى ملاحظ ان انت عاملين مشاكل وحلول وشوية حاجات جميلة جدا. اه ما شاء الله يعني. احسك متفاعل اكتر مع الاجابات. نعم. هلا بجوز هو محمود اه ما يمكن يشرح كتير على المنصة. المنصة كتير متقدمة يعني بس هو يمكن شوي مودخل بامور المقابلة. المنصة مبنية على مبدأ النقاط والتفاعل. يعني انت اي مشاركة رح يجيك فيها نقاط. انت في عندك الحالة ازا رجعت لاخر الاخبار الحالة الشخصية ممكن تضيفة وتدمجة بآيات من القرآن الكريم بالصفحة الشخصية. اه طبعا. يعني مثلا تحسن تشارك بتلسكات. في عندك الملف الشخصي بتحسن تدمج فيه اي معلومات عنك. متابع. يعني الامر يتخطى اني حتى المنصة. يعني نحن طبعا ما رح نوصل لمستوى المنصات الكبيرة. لكن احنا عم نقوم باللي منحسن عليه. لا تنسى انه نحن هلا عم نستخل اهم الادوات الموجودة. في زمن واتعمل المنصات الكبيرة هلا في ادوات صديرة متطورة كتير. بالموقع في منضاف الزكاة الصناعي. في حال انت طرحت مشكلة. ممكن تستخدم الزكاة الصناعي يجاوب على مشكلتك تلقائيا. يعني الموقع مليء بالاضافات بس يمكن نحن شرحين عنه بالفيديو مستقل. يعني خمسة عشر دقايق اي اي دوم نحن متما بقوله غطينا كافي التفاصيل من الموقع. يعني موقع كبير كبير. وكمان ممكن تستخدمه بالموبايل بكل سهولة بكل اريحية. فكتير كتير في اضافات الموقع. لو في وقت كان واحد بحكي بس يعني. لا لا ما حضرك الوقت. ما حضرك الشحب راحتك. يعني انا بصرح اكتر الناس اكتر الناس يمكن تشارك على الفيس. طبعا احنا ما راح ننص على مستوى الفيس والتويتر وهالامور. بس انت ممكن عب تشارك بمنصة ايه موجود فيها يمكن يكون ستة مليار. بس انا يمكن بالستة مليار انا ما بدني عاش اشخاص. يعني فلايش انا لا ابرق اشغل وقتي في 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 اعلانات ومنشورات انا في غنى عنك. اضافة الاعلانات. يعني استاذنا انت بتعرف الاعلانات اللي عبتن عرض بالفيس. يمكن ازا تابقت على الموضوع كل منشورين ثلاثة في اعلان او لا اقتراح. ممكن يعجبك ممكن ما ما يعجبك. انا ماني مجبور. منصتنا يعني ما في اعلانات. اليوم اه قمنا باضافة دمجنا اية من القرآن الكريم او حديث كل ست منشورات تطلع لك ممكن بشكل عشوائي اية او قرآن. في عنا بيعطيك وقت الصلاة. الله انت لو عطي اذن لا يعرف موقعك يعني حدد لك موقعك واعطاك الوقت المتبقي للصلاة القادمة. بكل سهولة. يعني عم نحاول نحن. وفي هلا هاي المرحلة الاولى المرحلة التانية احنا هلا عم نشتغل على موقع تصميم خاصة للمصممين. يعني منصة المصممين. يعني انت ما بتعرف ابدا بالبرمجة. نحن رح نسوي لك موقع متل كاني عم تشتغل على الفوتوشوب تحسن نتصمم موقع ونحن نعطيك دومين وتحسن ترفعه. المرحلة التالتة ممكن نحن تكون مرحلة الاعلانات. المرحلة الرابعة ممكن مرحلة دروس وشروحات للتعليم. يعني رح تكون المنصة منصة متكاملة ما يمجرد ان موقع شخص يعملنهم شي ناجر. لا ان شاء الله يعني الموقع ممتاز وان شاء الله الناس كتيرة تبدأ تدخل وتبدأ انها تتعلم منه. وناخد منصة محمود كدواء والناس اللي هي عندها اولاد تبدأ انها تخليهم يبدأوا يتعلم برمجة بدل ما هو بدا وقته على العاب او بدا وقته على السوشال ميديا. دي فكرة كويسة ومنتظرين يكون لها تطبيع الموبايل يكون في فيديوهات اكتر. ان شاء الله. عندك اليوتيوب. انا شفت حضرك. وانا يعني بازن الله قادرين احنا نحاول لتطبيق. بس نحن نقطع المرحلة التانية ننهي من منصة المصممين ثم رح نحاول ان شاء الله لتطبيق على جوجل بلاي بحيس ان تستعملها بالموبايل بكل سهولة. عندي عمانة على توييتر. فيه على نيكدان وفيه على اليوتيوب يعني متابعين هالقبور بازن الله. لاني مسألة التسويق مهمة متل البرمجة يعني. اكيد اكيد ما شاء الله والموقع ما شاء الله كويس يعني اعجبني الصراحة عملت حساب عليه على طول وان شاء الله نبدأ نتفاعل معاه بازن الله. يعني اه طبعا بنشكر المهانس احنا كتير جدا على ان هو اهتم بالمهانس محمود وخليها يعني ما شاء الله يعمل موقع كويس زي دوت. وحلو التعاون بين اه الاب والابن وانهم ما يشاركوا هوا مع بعض بحس انه فعلا تبقى حاجة كويسة جدا ان شاء الله. يعني ربنا يبارك فيه ونشوف كده ان شاء الله يبعمل موقع آآ عالمي يكون كل الناس بتدخل فيه يعني نفس موقع العالمية بإذن الله. بهمتنا جميعا ان شاء الله بالنهاية. يكون ابدو في اعلى المراتب. الله يكرم. حضرك عمله اربع لغات لغات دلوقتي. بكل سهولة يعني. اه خمس لغات. عربي واسباني وفرنسي وتركي وانجليزي. طبعا. آآ ما شاء الله. الله يكرمك. آآ جزاكم لكم كل خير وعجزا عن شكرة بشوانس احمد وبشوانس احمود. جزاكم لكم كل خير. آآ شكرا بشوانس جزاكم لكم كل خير. الله يسلمك يا ربستان. إن شاء الله. جزاكم لكم allgemeine aCL.